موسيقى 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 اهلا بكم طلاب العزاء في حلقة جديدة من حلقات الماس اللي اسم بتاع النهاردة بيكلم عن حاجة اسمها بس تخلي بالك اللي اسم تاع النهاردة اهم حاجة فيه هي معلش كده نتفن مع بعض لو انت مش حافظ اللي اسم تاع النهاردة هتفهمه بس ديك تحيلة ليه مشتارة تحيلة ليه يبقى اهم حاجة تكون خافظ كويس جدا 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 اوكي طيب يلا بينا بيقول لي هنا احنا عندنا عاوزين نعمل له طيب هم مكتوبين كده احنا هنعملهم هنعملهم فوق بعض يعني هكتب كده هو ايه ده هي فين البوينت المفروض في بوينت هنا اللي تمام المفروض يقى في بوينت بس احنا هنعمل كافر دي بوينت كأن مافيش بوينت اوكي وبعدين هنعمل طايم عادي يلا 4x8 equal 32 يبقى 2 and renaming 3 over 2 4x2 equals 8 8 plus 3 equals 11 1 and renaming 1 over 3 4x3 equals 12 12 plus 1 equals 13 13 13 12 طيب هنقى بقى هنا هنكتب 13 and 12 ونبص على الدسم البوينت يطرى الدسم البوينت هنا after how many digits يطرى how many digits before decimal 2 digits يبقى نحط البوينت التاتي after 2 digits اوكي يبقى انا كده عملت multiply by integer number مافهمتش تعالى نشوف another example يقولي 4.132 times 6 أنا عندي decimal number by integer عاوزين نعملهم times وهم horizontal نيجى على جنب كده ونعملهم vertical بس without point يبقى اني مفيش point طيب يلا نعمل times 6 by 2 equals 12 2 and renaming 1 over 3 6 by 3 equals 18 18 plus 1 equals 19 and renaming 1 over 1 6 by 1 equals 6 plus 1 equals 7 6 by 4 equals 24 and result 30 equals 24,792 ok طيب هنگي نحوات نكتبا result 30 224,792 ونبص على ونبص على decimal point how many digits before decimal point في عندي three digits ايبا نحط decimal point after three digits اوكي في مشكلة كده شباب في مشكلة بنات لا ما اعتقدش طيب لا في مشكلة مستر معايا نريس دعا نشوف ايه نظر الاكزامبل 72.3 times 12 اه هنا بقى المرة دي انا جايب لك decimal number by integer number formed from two digits ومرة دي هنعمل times by two digits يلا عادي جدا هنعمل decimal number وهنكتبهم vertical وبعدين نبدأ نعمل times طيب ركز بقى معايا عشان هنعمل times ازاي يلا بينا نعرف الاول حاجة هنعمل two by three بعد نعمل two by two بعد نعمل two by seven يبقى two هعملها times مع all digits two by three equals six two by two equals four two by seven equals fourteen في مشكلة في ذات لا يبقى equals one thousand four hundred forty six اوكي وبعدين هنعمل put zero down six ليه خطينا zero down six عشان انا هاخد one هعمله times مع three ومع two ومع seven بس قبل ما اعمل times الone ده place value بتاعته 10 فلازم لما اكتب ال result بتاعتي اكتبع من اول 10 مش اكتبع من اول اليونتز فعشان كده خطيت zero في units اوكي one by three equals three one by two equals two one by seven equals seven يبقى equals seven thousand two hundred thirty اوكي وبعدين نعمل لهم plus يبقى equals eight hundred eight thousand six hundred seventy six يبقى اعملت six plus zero equals six four plus three equals seven four plus two equals six one plus seven equals eight وبعدين هنيجي نكتب هنا ال result بتاعنا اللي هو eight thousand six hundred seventy six ونبص على decimal point how many digits before decimal point هو one digit يبقى نحط decimal point after one digit اوكي في مشكلة اوه يا مستر في مشكلة اللي صعبها والتايمز تعالا نشوف another example two point three times zero point seven اوه ركز بقى هنا المرة دي احنا واخدين decimal number by another decimal number طب هعمل ايه بردك زي ما اتفقنا كل اللي هنعمله هنعمل cover decimal number يبقى هنعمل ايه cover decimal number يبقى هنعمل twenty three time is seven اذا هو فين الزيرو ما هو الزيرو في has no meaning فعشان كده كان سيلته تمام يبقى لما انا شلت بقى decimal point بقى zero left يبقى هنعمل ليش لازمة فكانسلت اوكي طيب يبقى هنا هنعمل بقى seven by three equals twenty one one under naming two seven by two equals fourteen plus two equals sixteen yبقى equals one hundred sixty one اوكي يبقى equals one hundred sixty one طيب انا عندي هنا في this point وعندي هنا في this point اه طب يا مستر ما هي عادي بردك المشكلة هنا بعد one digit وهنا بعد one digit يبقى خطها بعد one digit wrong ليه مستر قال لي احنا في time is ركز بقى في الموقت لي قوي هنا point after one digit وهنا point after one digit تروح عامل long plus يبقى point put after two digits تاني تاني هنا point after one digit هنا point after one digit يبقى عامل long plus يبقى الpoint تخطى after two digits two digits two digits اوكي مهمة اول point دي طيب انا مفهمتش يا مستر تعال نشوف another example four point six times four hundreds تمام هنا decimal number by another decimal number اه طبعا هنعمل يا مستر بردك قلنا زي ما اتفقنا هنكتب numbers vertical without decimal point اوكي يبقى ما cancel disem point طب انت ليه شرت two zero دول ما هم هيكونوا في اللفت ما احنا اتفقنا تمام طيب جميل وبعدين نبدأ نعمل times four by six equal twenty four four and renaming two four by zero equals zero plus two equals two four by four equals sixteen okay طيب يبقى هنكتب الرزلت التاتي هو one thousand six hundred twenty four لشوف decimal point هنا after two how many digits اوه ده after two digits اوه ده after two digits صح طبوا هنا after two digits جميل نعمل لهم يا مستر نعمل لهم بلاس يبقى after four digits one two three four بنعمل كونت منين من ال right one two three four put decimal point and put zero ايه ده وانت جبت انين الزيرو ده يا مستر عشان ده بتاع ال integer بتاع ال whole number اوكي يبقى ده حطيت ايه مكانه zero اتفقنا طيب يبقى هنا هطلع zero point one thousand six hundred twenty four طيب لا 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 صعبة اوه مستر لا صعبة طب تعال نشوف الاكزامبل ده كمان three point eight times four point six احنا هنا عاوزين نعمل times decimal number by another decimal number اوكي هنعمل يا مستر عايد يا مستر زي ما اتفقنا قلنا هنكتب number without decimal point ماشي جميل وبعدين نبدأ نعمل times طب هنعمل times ازاي اهو ناخد بس راين كده عشان ما نطلق بطشي نبدأ بقى نعمل times six هنعملها times four times three اوكي six by eight equals very good eight forty eight يبقى eight and remaining four او carry of four زي ما انت تحبب تقولها six by three equals 18 18 plus four equals 22 تمام بعدين نحط very good zero ليه حطنا zero يا شباب عشان يبقى الانصر بتاعتها تبدأ من اول التنس مش من اول اليونتس جميل طيب هنعمل الفور باي سري wrong ليه مستر عشان المفروض نعمل الفور باي ايت الاول بعدين نعمل فور باي سري اتفقنا فور باي ايت ايكوال سيرتي تو two and renaming سري اوكي فور باي سري ايكوالز ايكوالز كده ايت بلاس زيرو ايكوالز ايت تو بلاس تو ايكوالز فور تو بلاس الفايف ايكوالز سيفن وان اعمل دروب يبقى ايكوالز وان ساوزان فور سيفن هندرد فورتي ايت طيب يطرد دسم النمبر افتر هاو مني ديجيت افتر وان ديجيت كمين وهينا افتر وان ديجيت كمين يبقى نعملهم ايه بلاس وان بلاس وان يبقى ايكوالز تو يبقى نحط البوينت افتر الفور يبقى الريزلت بتاعتي سيفنتين بوينت فورتي ايت اوكي تمام طيب اهم حاجة في الملتبليكيشن ده اللي اسم بتاع النهاردة هو ان انت تحل تايمز كتير وتركز قوي في الروولز اللي احنا قلناها الروولز اللي احنا قلناها نجمعها كنا مع بعض تاني لو انت بتعمل تايمز باية 2 ديجيت يبقى تخلي بالك ان لازم بواعمل هنا تايمز دي ا اول رول تخلى بالك ملاف تاني لو انت عندك بتعمل كانت يدام بماد وان اخر بنعمل break الاو ahora suggesting Label وهنا يبقى تعمل لهم بلاس. يبقى نحط البوينت افتر تو ديجيتز. لو هنا تو تو يبقى فور. لو وان و سري يبقى فور. تو و سري. مش هازم يكونوا زي بعض يعني. انتفقنا. يبقى اعمل لهم ايه بلاس. اوكي? دي اهم الرورز اللي تخلي بالك منها. طيب. هو لازم يجيلي مرتبلاي? لا. ده ممكن يجيب هالي في الشكل ده. نمسح بس ده الاول كده. يلا. بص بقى المرة دي جايلة زي. جايلة بيقول لي ايه? اه. و جايب لي كده. وحاوز يعرف مين والسمولر ولو هم ايه ده ده هتاخد مني وقت كتير قوي يا مستر. وهتضيع مني الوقت لو هي جاتلي في امتحان وهحلاها زي بسرعة. لا ما تقلقش. ركز بس انت معايا وهتفهم كل حاجة كل بساطة وسهولة. اول حاجة بس انا عاوز اقول لك على حاجة هنا تخلي بالك منها. ممكن هنعملها كده في الريكتانجر ده. تبص عليها في كل اللي جاي. وان تو بوينت فايف سيكس. وهنا انت خدت بالك من حاجة? اه. خدت بال ان الديجيتس دي هي زي الديجيتس دي. جميل. حلو قوي. بس البيينت هنا افتر كان هاو ميني ديجيتس? افتر تو ديجيتس. وهنا البيينت افتر هاو ميني ديجيتس? وان ديجيت. طب مين الجريتر? تعال كده نشوف ده ميني جريتر? ده كام? ده تولف. انما ده كام? وان هندرد تويني فايف يبقى ده جريتر. اه يبقى هنا البيينت افتر تو ديجيتس. Value havoc. انما هنا البوينت افتر وان ديجيتس. يبقى لا بعمل على نشوف اللي في الفتر ديجيتس. تاني تاني. اقول chuck breaks. الديجيتس اللي هنا هي هي نفس الديجيتس اللي هنا. بس البوينت هنا افتر تو ديجيتس. وهنا البوينت افتر وان ديجيتس. وهنا البوينت ايه? افتر وان ديجيتس. اوكي فعملنا ايه عملنا على الوان ديجت طب ايه ده ايه على الوقت ده بده اللي تعال نشوف هنا هتلاقي الديجت دي الديجت دي زي الديجت دي كميل حلوة قوي بس البوينت هنا افتر هاو ميني ديجت طب البوينت هنا افتر هاو ميني ديجت سوان اميني جريتر الوان يا مستر اه تصدق دي سهلة ده انا ما عملتش تايميز طب تعال نشوف انا زي الديجامبل اهو مديني هنا نمبر تايميز نمبر ونمبر تايميز نمبر طح وعاوزين نعمل لوم تايميز نشوف ميني جريتر والاسمولر لا مش هنعمل تايميز وما هنعمل ايه هنبص البوينت هنا ده في هنا دسمان وهنا في دسمان يبقى نعمل لهم افتر تايميز بري جود بلاس هنا هاو ميني ديجت سوى وهنا وان يبقى ايكوالز فور يبقى هنا البوينت هتحط افتر فور ديجت طب هنا البوينت افتر سري ديجت مافيش في الناحية التانية مع التو يبقى ميني جريتر سري بري جود تاني اهو نشوف ايكزامبل تانية فورتين بوينت سيرتي بايف تايميز 26 وينة واون بوينت فور هندرت سيرتي بايف تايميز 26 عاوزين نعرف ميني جريتر هنال بوينت افتر هاو ميني ديجتس تو ديجت تمام طايم وينال بوينت افتر سري ديجتس يبقى ميني جريتر يا ميستر يعني قلنا عملنا نحيط مين يبقى 2 صح كمان تعال نشوف 7.28 x 34 وهنا 72.8 x 3.4 هنا الpoint after how many digits 2 يبقى هنا 2 ماشي هنا الpoint after 1 وهنا 1 يبقى equals هيبقى 2 صح ده كده ايه equal تمام طيب تعال نشوف example كمان 6.14 x 1.3 6.14 x 0.13 خلي بالك انا باكد تاني اللي انا بعمله ده ينفع امتى يا مستر لما تكون الديجيتس اللي هنا زي الديجيتس اللي هنا طب لو فيه واحد فيهم مختلف يعني هنا مثلا 1.3 وهنا 0.14 اه هنا بقى لازم نعمل اتفقنا يبقى ما ينفعش في الحالة دي اعمل الستيب اللي انا بعملها ديت خلاص انا بقوله تاني اقولها كمان مرة نركز بالنقطة اللي انا بقولها دي لازم تكون الديجيتس اللي هنا تكون زي الديجيتس اللي هنا اتفقنا عشان نقدر نعمل الخدعة السريعة اللي احنا بنعملها دي طيب هنا هنا البوينت افتر هاو ماني ديجيتس تو وهنا يبقى ايكوالز سري يبقى البوينت تتحط افتر سري ديجيتس طب هنا تو وهنا تو يبقى تو يبقى ديجيتس صحي كده مين بقى كريتر الفور صح اقول لك رونج احنا اتفقنا السري السمالر تمام طيب شوف انازر اكزامبل 4.237 times 3.12 وهنا 423.7 times 3.12 عاوزينا عملهم تايمس النارقز معايا يا ترى الديجيتس زي الديجيتس تمام حلو اوي هنا البوينت افتر كم ديجيتس سري ديجيت وهنا تو ديجيت يبقى ايكوال 5 ديجيتس يبقى لما احط البوينت احطها افتر فايف داجت. طب هنا وان داجت. طب وهنا دو داجت. يبقى ايكول سري داجت. اتفقنا? طب هنا فايف وهنا سري. مين جريتر سري. اوكي? وبكده يكون فرصت حلقيتنا النهاردة. نشوفكم في حلقة جديدة. جود باي اشتركوا في القناة